تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي سبورت تشيلسي حتى الآن بيخطف الأنظار بسوق الانتقالات اشترى الأهداف عبر تيمو بيرنر صناعتها عبر حاكيم زياش وربما حتى لحظة نشر هذا الفيديو يكون أعلن على اللاعب مهم جداً لاعب واحد جداً اسمه كيها بيرتز جاي من بايرل باركوزين يعني تشيلسي فعلياً في خط المقدمة أصبع عنده خيارات رهيبة خيارات عديدة مع وجود ماونت بوليزيتش وأيضاً أبراهام أصبع عند هذا الفريق عدد كبير من المواهب اللي قادر تثبت نفسها بشخصية حاسماً في لاعبين بيقدر يظهروا ويسجلوا أهداف بالتأكيد طبعاً الناس حتقول تشيلسي أيضاً ناقصه حارس مرمى أيضاً ناقصه دفاع أو مدافع بالأحرى عشان نكون دقيقين مسألة الحارس طبعاً واضحة يعني كيبه كان حارس جيد فقد توازنه فقد مستوات تماماً فهنا الرهان يبتعطي فرصة أخرى والتراهي يكون زي كورت ومع نيال مدريد من موسم سيء لموسم جيد وتشوف حبك أو بتقول لا ببيعه بجيب حارس لسه مضمون أكثر وبنهي الموضوع هذا بالنسبة للحارس بالنسبة للدفاع عشان نكون واضحين هون أنت لما تستثمر بهجومك فعلياً تستثمر بدفاعك والعكس صحيح لما تستثمر بدفاعك بتستثمر بهجومك يعني الفرق اللي بتشتري بدفاع شكري كويس وبتطور دفاعها دائماً بتشوف أن هجومها عم بتطور والعكس صحيح لما تستثمر بهجومك وصير عندك لعبين بقدروا يمسلكوا كرة ويسيطروا على الكرة ويرفعوا نسبة استحواذهم وخطورتهم على الخصن ويمنعوا الأظهر تتقدم خوفاً منهم اللي بصير الدفاع حيتحسن لأنه الضغط بيقل عليه يعني أنا بعتقد حتى الآن تشيلسي دفاعه تحسن طبعاً لازموا لاعب بس دفاعه حتى بشكل عام اتحسن بس بعد ما يخلص كل هذا الشراء ويعمل كل شي بيديويا تشيلسي حيكون لسا نفسه شيء مهم جداً وهذا اللي بدأتكلم عنه بهذا الفيديو اللي هي مسألة القائد تشيلسي فعلياً لا يملك قائد يملك كابتن أكثر من موقف أكثر من حال الضغط ما كان القائد اللي تقدم وقال أنا ميزت القائد بوحد الفريق ميزت القائد بزبط العلاقة مع المدرب واللاعبين لما تكون بتصير فيها مشكلة ميزت القائد لما يكون في ضغوط تنافسية ضغوطها بالنسبة للألقاب أيضاً هو الرجل اللي بلهم هو الرجل اللي بساعد يعني شوفوا تأثير زلتان بجيت عميلان من حيث الشخصية القتالية الرغبة الخجل إنهم يخسروا العبيد بجانبه كل هذه بتفرق تشيلسي ما عنده هذا الشخص الآن هل تشيلسي براهن على شيء مختلف بيقول أنا السنة الجاي ما بدي أجيب الألقاب أنا السنة الجاي بدي أطلع مركز رابع أنا خلاص صورت بيزنس المركز الرابع هو البزنس تبعي والقائد سيولد من اللي أنا جيبتهم حكيم زياش ربما بعد ما ينسجم تمو بيرنان مع وقت حيتحول لأيقونة جديدة بالمشروع إذا نجح أو حيطلع لعب من اللاعبين الشباب اللي عندي يقول أنا القائد بيأخذ وقته بس بده سنة سنتين لذلك فأنا مش مستحجل أشتري قائد أنا بدي أخلق هذا القائد ربما يكون هذا التفكير بس حتى التأهل لدور أبطال في الدوري الإنجليزي صار أصعب من الفوز بالدوري نفسه يعني ثمن فرق قاعدة تطاحن بدها تجيب هذا المركز ومعني فلوس الكثيرة الكل عم بيستثمر ولسه الآخرين ما تحركوا عشان نعرف كيف هيكون مستوهم فأنا مستغرب حكون مستغرب صراحة لو لامبرد قرر يدخل المنصف المقبل بدون قائد ليش؟ لأنه لامبرد عاش مع جون تيري لامبرد عاش مع بيتارتشيك وبيفهم أهمية وجود قائد بالفريق وعاش من إنجلترا كمنتخب وبيفهم أهمية عدم وجود واحد بارز بين النجوم هدول كقائد إنه كيف كل هالنجوم راح أضع الفاضي فمسألة القيادة مسألة حاسمة في التلافسية العالية زي الدور الإنجليزي مسألة حاسمة في التوقعات العالية زي تشيلسي هذا يبقى اللاعب المفقود في تشيلسي حتى اللخطة هل حيقد ريتم جهة تشيلسي بفلسفة جديدة بدون قيادة ملموسة في أرض الملعب؟ ما بعرف يعني خروج هزارت كان يعتبر آيقونة المشروع نوع من قيادة المشروع فكان يبنى عليه يبنى حوله الآن حتى أنت عم تخسر خبرة إضافية مع خروج ويليان بيدرو هنقول أنت عم تخسر خبرتهم أيضا فأنا شايف صعبة تشيلسي رغم كل حل جودة يقدر يمشي 100% مستقر السنة الجاي بدون ما يدور على هذا الشخص القائد ممكن يكون لامبرد محظوظ ويطلع له واحد من الشباب هدول يقول خلاص أنا بشيل وتحس أنت بقيادته شوف ريال مدريد هذا الموسم كاسيميرو تقدم وقال أنا قائد بجانب سيرجي راموس وجود قائدين ساعد ريال مدريد يتحمل الضغط وتكثفت المباريات والتوتر اللي صار في آخر السابيع عام برشلونة في حين غياب القائد هناك في برشلونة القائد اللي خيكون واضحين القائد الفني هو ميسي لكن القائد الشخصية هذه غيابها ببرشلونة خلق بعد مع المدرب خلق مشاكل خلق انهيار في الفريق وخسارة اللقب نوصل هنا نهاية هذا الفيديو بدي أسمع منكم تعليقكم هل شايفين تشلسي فعلا عنده هذا القائد ولا لا والسلام عليكم ورحمة الله